في سباق مع الزمن هي تركيا لإنقاذ قطاع السياحة لهذا العام من خسائر كبيرة تسببت بها جائحة كورونا السياحة الآمنة عنوان جديد لمساعي السلطات المعنية لتشجيع السياح على العودة إلى تركيا في إطار برنامج سحي متكامل لعله يزيل مخاوف الصياح ويوفر لهم المناخ المناسب لقضاء إجازاتهم الصيفية لا شك في أن قطاع السياحة لهذا الموسم تضرر كثيرا من جراء وباء كورونا هدفنا ليس عدد السياح الذين سيزورون تركيا عملنا الآن منصب على استعناف الموسم السياحي وبالنسبة إلينا فإن تدابير الوقاية التخذت ضمن مشروع متكامل وشفاف يضمن سلامة الزائر وصحته صحة الزائر والعامل في قطاع السياحة وتدابير خاصة في المطارات والفنادق والمنتجعات السياحية وفي وسائل النقل والمواصلات هي الركائز الأساسية التي يعتمد عليها برنامج عودة السياحة إلى تركيا ومع استمرار الدول في إغلاق حدودها ووضع تركيا في قائمة الدول التي يمنع السفر إليها في ظل انتشار الوباء تبدو المهمة التركية شبه مستحيلة لتسويق منتجها السياحي لهذا العام نحن جاهزون للتعامل مع الموسم السياحي لهذا العام هناك تدابير مشددة اتخذت من أجل سلامة السائح وتوفير الراحة له نتمنى من الدول أن تفتح حدودها وأن يبدأ الانتعاش في قطاع السياحة في أقرب فرصة ممكنة أنطاليا المدينة السياحية الواقعة في جنوب تركيا التي كانت وجهة مفضلة للسياح الأجانب لتقصها الرائع ومنتجعاتها المتميزة تحولت اليوم إلى مدينة شبه خالية فنادقها مغلقة وشواطئها بلا رواد السياحة الأجنبية هنا باتت عملة نادرة ففي مثل هذا التوقيت من كل عام كانت هذه الشواطئ تعج بالسياح إنه زمن كورونا الذي بدأ يكشف اطباعا عن حجم الخسائر والقطاعات المستهدفة وعلى رأسها قطاع السياحة محمود واسق أنطاليا الميادين